طلعون المرأة الغلط وتزل ما صحي يعني أنا والوحدة أبني هسا كلمة أباوة على فراشة أو شي أقول يعني لي أشي أهل ما قصرتوا يا قايمة ويا وشنو يريده عن قايمة له بواجبة يعني لو أكو تخصير مني أنا أقل لم يخالف روح أشوف حياتك بس أهل ما قصوا يا يعني أشتوا يا حتى جتايا ما أكلوا يا خبز بس أقول ما يخالف الخاطر أطفالي أما يجي الزوج على ثانية يعني هذا كل شيء هانة ومسهلة على الواحد يعني على وحدة تستقبل هاي الإحانة إلها هل المرأة تحس بإحانة إذا الزوجة زوجة عليها زوجة ثانية؟ نعم يعني أنا أنا متجربة هاتجا والزوجي أنا ما مقصويا أول يوم زواجنا يعني ما عندي شيء يا أبد أي خطوة غلط من عدي ماكو عشتوا يا على الحلوة المرة يجي يوم أكل شغل ماكو شغل إحنا قاعدين بلا أكل يعني لو أبو لو ماكو فأقول ما يخالف تتحمل الخاطر جهالي فما أنه يجي يطلقني غيابتين بدون علمي ويجي بالثانية علي أنه شرط منعدها يطلقني ويأخذ جهالي منعده ويحرمني هاي كل شيء هانة إلي يعني باوعد أنه هاي العشرة ماتتلو يا على المرة والحلوة وتحملتو يا يعني حتى مرات أم تقول لي ليش يموته هي شغلها يمعوفين الخاطر أطفالي تحملويا يعني يجي مرات مناكل عقول ما يخالف عديها ما يخالف ما يخالف بس ما يجي يزوج عليه ثانية وبدون علمي لا طبعا الصدق يعني هنا أهانة إلي يعني ما طلقش غيابيا هو إذا تزوج عليه زوجة ثانية أنت ممكن تبقي المياه أبقى يا الخاطر جه أطفالي بس غير عادل بس وماك وتعادل بينك يعني هو أصلا معدل من البداية معدل من البداية هو بالنسبة إلي يعني كرجول هو شرع محلل لأنه أربعة يعني يقدر يزوج الأولى والثاني والثالثة بشرط العدالة يعني هنا المرة الزوجة الأولى في القانون العراقي أنه هي تقدر مثلا أنه تعترض على الزوجة الأولى على الزوجة الثانية عفل طبعا إذا كان عقد مثلا مثلا محكمة وأني حاضر الغايب موالتي يقول مثلا عشرة بعشرة أو خمسة وعشرين بعشرة أنا تشنت حاضر الغايب موالتي يعني من أقولهم يضحكون أنه يقولوا لي شلون قابل لقيتهم شساول يعني هما يلازم لبنيت يعني هس الحاضر والغايب هو يزم الرجال حتى ليزوج زوجة ثانية بس أكو بيهم لعبة الغايب أقول لك لأنها ما تقدر تسوي شي فأصبا عليها راح تقدر تسكت وتقبل أنا الزوجة الثانية بالقانون أنه يوصل للحبس مرات أي هذا بالمحكمة إذا خارج المحكمة إذا خارج المحكمة لا خارج المحكمة الزوجة الأولى ما راح تقدر تسوي شي كوش ما تقدر سوي إذا أطفال تنحرم من شافتهم والجهال يظلون يمرت الأب ويتعذبون أنا ابني الغير مرتي لأبو ما قامت بواجبة مثل ما أنا قامت بواجبة فمات بسببهم كيف قدر مرات؟ خمسة مرات يعني هما لو يعادلون إحنا بنبسنا نبصوا لهم ما عندنا مشكلة بس هما مدى يعادلون يعني دائما يطلعون المرأ الغلط ويزل ما صحي يعني أنا والوحدة أبني هسا كلمة أباوة على فراشة أو شي أنا أقول يعني لي أشي أنا ما قصرتوا يا قائمة ويا وشنو يريده عن قائمة له بواجبة يعني لو أكو تخصير مني أنا أقل لم يخالف روح أشوف حياتك بس أنا ما قصوا يا يعني أشتوا يا حتى جتا يا ما أكلوا يا أخوا بزيابس أقول ما يخالف الخاطر أطفالي أما يجي الزوج على الثانية يعني هذا كل شيء إهانة ومسهلة على الواحد يعني على وحدة تستقبل هاي ليهانة إلها طبعا ما رح أقدر يعني لهم عادل بيني وبينها يعني كان روغيتي لو هو كان عادل بينها لا لهم عادل بيني وما خلانيح محرومة من جهالي وان وياها يعني ما عندها مشكلة ويا بس هو لا مش عكس الطلب ما عادل بينها